السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا اصدقاء? اتمنى يا ربي تكونوا بخير. اهلا بكم مع احمد صالح بلقاء جديد في برنامج الباوربوينت وفي الصناعة المحتوى. كيف ممكن احنا نصمم بعض السلايدات لعرض الصور بطريقة احترافية. وباستخدام تأثير الانتقال المعروف التحول التدريجي باللغة العربية. فكيف ممكن احنا نصمم بحركات جدا بسيطة وادوات جدا بسيطة. انطلع مخرج غاية بالجمالية وغاية بالروعم. انقدمه لجمهورنا ايانيكم بالعموم. قبل بنبدأ اصدقائي اطلب منكم تكرمان ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذا الفيديو. تساهم معي بايصاله اكبر قدر ممكن من المستفادين. وايضا اذا كن ضيف جديد على قناتنا منتشرفيك. ضغط مفتاح الاشتراك. وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. ويلا مباشرة حتى نبدأ مع بعض بلقائنا لهذا اليوم. اهلا بك وحبائي مرة تانية بهذا اللقاء. بعد ما شغلنا برنامج البواربوينت راح انقر باليمين ضمن الشريحة ومن تخطيط نختار شريحة فارغة. راح نتوجه لقابة ادراج ومنقم بادراج الصوريات يلي راح نقدم اه او نصمم لقالهم البوم. يعني انصح التعبير. او نستخدمهم بهذا المشروع. فخلني اختار على سبيل المسال كنت محمل بعض الصوريات. اه راح يكون معكم رابط لتحميل الصور جميل جدا هذا الموقع. او احد المواقع لتحميل الصوريات بالدقة العالية. وصور كلها مجانية. راح نطمط محاذاة الى الوسط والى المنتصف ليكونوا الصور كلهم يعني فوق بعضهم بهيدا بالضبط. اضغط مع شيفت وبنكر مع السحب. لحتى اني احرك الى الداخل شوي واقوم بعماية التصغير لكل الصوريات. في حالة ما تحديد الصور نرجع مضغط على مفتاح هاي كنترول زائد اي لحتى نحدد كل الصوريات. راح نتوجه الى قائمة التنسيق. ومن اقتصاص. راح ناخد اقتصاص على هيئة الشكل. وبنختار المستطيل ذوي الزوايا المستديرة. تمام يا اصدقائي? الان راح حدد الصورة العلوية. الصورة العلوية متى ما انا شايفين. وبنكر مع السحب لحتى نحن نقلص حدود الشكل يعني يكون معانا فقط بهيئة المساحم. وبنكر على هاي دا النقطة لحتى نحول الجهات العلوية والسفلية الى اقواس دائرية. نفس المبدأ بنكر على الصورة يلي خلفها. وبنكر مع السحب. لحتى تكون مطابقة بنفس الشكل بالضبط. ونفس المبدأ بنغير الاقواس العلوية والسفلية من خلال النقر على هاي النعطة بالذات. نفس المبدأ الصورة يلي يليها او تليها عفوا. تمام? كمان نرجع من غير الاقواس. تمام? والصورة هي اللي بعدها? تمام يا اصدقائي? والصورة هي اللي بعدها? او صورة هي الاخيرة. نفس المبدأ راح يكون معنا ايضا نفس الشكل بالضبط. الان راح اخذ الصورة الاولى لهون. فهذا الصورة الاولى. او هي الشكل الاول اللي تم وضع على هيئة الصورة بها الشكل هاد. ورتب الصوريات قدر الامكان. او راح نستعين الان بادوات الترتيب من ضمن البرنامج. طيب راح اختار كنترول زائد اي. ومن محاذات بختار محاذة الى الاعلى لحتى يكون المحاذة كله بنفس الرصافة. ومنختار توزيع افقي لحتى يكونوا بنفس التوزيع بالضبط. الان حتى نقوم بعملية التنسيق الخلفية راح انقر باليمين واختار تنسيق الخلفية. بنختار تعبية بصورة او شكل نسيجي. وراح نجيب صورة الى الخلفية. راح نستخدم الان هاي الصورة معنا مش الان باي صورة كانت الان. راح نتوجه الى التنسيقات او الخصائص الخاصة بالصورة. راح نقلل السطور حتى نعطي شوية تعتامة الى الصورة. متى ما انا شايفين. وبنجي الى التأثيرات. في عندي شيء اسم التأثيرات الفنية. في عندي شيء اسمه او يعني بمعنى التمويه. تمام? راح نختارها حتى تكون معنا ضبابية بالصورة. الان فينا نزيد النسبة ازا حبينا نزيد نسبة التشويه بالصورة. تمام? بهذا الشكل. تمام? نفس الشيء موضوع السطوع راح نقلله كمان شوي. مشان نعطيه بعض الاعتامة للصورة. ويكون الارزاء الواضحة للصوريات اللي راح نقوم باستخدامها. طيب. الان يا اصدقائي راح نتوجه الى قائمة الادراج ومن اشكال راح نختار شكل الدائري. اضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب. لحتى ارسم شكل دائري. راح الموضوع بهذا المكان بالضبط. راح نختار له بدون اطار للرسم. تمام يا اصدقائي? واما من تلسيق الشكل راح نختار التعبئة تكون بصورة لكن راح تكون تعبئة خلفية الشريحة. يعني راح تكون الصورة الموجودة عندي اياه بهذا الشكل الدائري. هي مأخودة من وين? من الخلفية. تمام? ومنعمل شوي تأثيرات لالة يعني على سبيل المسال مختار الظل داخلي. راح نقلل الشفافية. تمام? ونزيد شوي المسافة. تمام? والضبابية ايضا راح نزيدها شوي. خلنا نكبر لحتى تكون هي رسمة واضحة معكم. كيف عملنا الان هذا التجويف الداخلي. تجويف داخلي. هذا هو المقصود فيها. تمام? الان راح اختار زائد دي. بنعمل تكرار. بضع الصورة التانية هون عفوا او الشكل التاني هون. وكنترول مع دي. وكنترول ايضا مع دي. خلو بس حتى نزبطهم بشكل نظامي. ايضا راح نختار زائد دي. تمام? وايضا كنترول زائد دي. بيمكننا من التأثيرات ايضا بناخد اعداد الخاص بالتواهج الخارجي. بنعمل تواهج. وليكن عندي اياه بهذا الشكل مسلا. اه فينا كمان نقلل الشافية او نزيدها. لحتى يتضح معنا او تبرز معنا حواف اه الاشكال اللي نحن قمنا ب برسمة. وليكن مسلا معنا بهذا الشكل. تمام? وخلني اغير لون. اغير لون مسلا الى هاد اللون. الان راح نتوجه الى قانت الادراج ونختار بعض الايقونات حتى نزيرهم بداخل الدوايا اللي نحن رسمناهم. فنختار على سبيل المسال اي ايقونات عشوائية نختار واحد اتنين مسلا ثلاثة اه اربعة. عندي خمسة. هذه خمس اه ايقونات راح نلولهم باللون الابيض. اضغط مع شفت وبصغر بين الزوايا لحتى نزغر حجم الايقونات ورح نرتبهم بهاي المواضع فقط لان لحتى يساعدونا بالتعبير عن اه هذه الدوائر ان هنا عبارة عن مفاتيح. تمام يا اصدقائي? بهذا الشكل بالضبط. خلنا نوسع شوي. تمام? لحتى نقوم بعملية. طيب. رأى اضغط مفتاح الكنترول وبحدد الشكل بعض والبعض. يعني الايقونة والدائرة وبختار كنترول زائد جي. نفس المبدأ كنترول زائد جي. وعندي هون نفس المبدأ ايضا كنترول زائد جي. وايضا عندي هون كمان كنترول زائد جي. وعندي شكل ليه للاخيرات كمان كنترول زائد جي. الان يا اصدقائي هذي الاشكال او الصوريات بداخل الاشكال ما هي واضحة او عاطية ولو حتى جزء من اي صورة. متل ما نشايفين الضغط اللي صار بالصور. راح حدد اول شكل. وبتوجه الى تنسيق ومن اه اختصاص راح نفعل اختصاص. وركز معي شوي. راح ننقر على المقابض المدورة وليست النقطة السوداء او العلامة السوداء. السوداء هي لموضوع اختصاص. راح ننقر على النقاط البيضاء. بنقر مع السحب لحتى اكبر الصورة. على قدر مساحة الشريحة الان بالضبط يا زقاي. تمام? بهذا الشكل. نفس المبدأ هون. بسحب الى هون على هذا الشكل. راح ننقر نقرة خارجيا. فبيكون احنا اخدنا جزء من الصورة اللي كنا نحن ادرجناها. نفس المبدأ الصورة التانية او الشكل التاني. من فعل اختصاص. وبجي على المقبض الدائري بنقر مع السحب. لحتى نحن نكبر مساحة شو? مساحة الصورة. تمام? وليس اختصاص الشكل. مساحة الصورة. تمام? وبنقر باي مكان. فشفنا انه اجزاء الصور الان بدأت تطول ظهور. تمام? وليست صور المضبوطة. فرح نعدل بنفس الطريقة. اختارها لهون. تمام? على عجل شوي. راح نشتغلها على كل الصور بكل الاشكال. طيب الجزء الرابع او الصورة الرابعة. نفس المبدأ. تمام يا اصدقائي بهذا الشكل. والصورة الاخيرة. من فعل اتصاص وبنجي كمان على المقابض. وراح نغير فقط متل ما نشايفين. نوسع الصور على قدر ابعاد الشريحة بالضبط. تمام? لحتى يبان ويضح معاي معالم الاشكال. تمام? معالم الاشكال وهي عبارة عن اجزاء من الصور. الان انا فينا نحدد هدول الاشكال لكل اياته. ونعمل شوي التزييل اللي قال لنا احببناه. فموضوع الظل واللي يكون ع سبيل المسال نختار ظل. وخليه يكون في عندي اياه مسلا باللون الابيض لحتى يضح معانا. او فيها نختار حتى نفس اللون يلي استخدمناه. للاشكال. عبارة عن ظل. نزيد ضابية شوي. والمسافة حتى اضافية. لحتى يكون معانا مسلا بهيدي الجمالية. متل ما نشايفيه نعمة عمية تعزل بين الخلفية. وبين الاشكال. الان راح ننقر باليمين نختار تكرار للشريحة ونبدأ بالاكتيف اللي هو راح يطلع لي الجمالية بهذا المشروع لعرض الصوريات. الان راح اخد الصورة الاولى. وبنعمل الابديداد للصورة على هاد المكان واليكن. وراح نغير الزوايا او التفاف الزوايا بهذا الشكل. تمام? والان بنقل هذا الشكل وبنضعه بالمنتصف متل ما انا شايفين بالضبط. طبعا الصورة الان اصبح عليها تشويه. لان احنا عملنا مد بمساحة كبيرة. لعرض الصور. بنفس الطريقة. خلني ازغر شوي. العرض. خلنا نتوجه الى التنسيق ومنفعل الاقتصاص. راح نشوف المساحة اللي انتديت عليها الصورة ما اكبرها. تمام? طيب. جزء التنسيق راح نسكره. وراح نبدأ الان بقص المساحات او بتقليل المساحات على قدر مساحة الشريحة. بالضبط. متل ما انا شايفين? بالضبط على قدر مساحة الشريحة. تماما. يعني انا قمت بتصغير او اعادة تصغير اه الصورة. تمام? اللي هي بداخل الشكل الى قدر حجم الشريحة بالضبط. راح ننقر عطصاص مرة تانية. تمام. الان نتجع ننقر باليمين عالشريحة الاولى وبنختار تكرار. وخلني اسحبه الى الاخير بنفس الطريقة. الان نحن هذا الشكل مع الجروب الخاص فيهم. اضغط مفتاح الشيفت وبحرككم لوين? لليسار. تمام? هاي دي معبر عن الصورة الاولى. راح نجي الى الصورة التارية بنفس الطريقة. بنقر مع السحب. لحتى نحن نوسع العرض الى الام. ونفس المبدأ راح نغير. افوا. بنفس المبدأ راح نغير التفاة في الزوايا. واللي يكون معاي بهذا الشكل. وايضا هاي النقطة او الزر او المفتاح المعبر عن النقر. خلنا نسحبه على هذا المكان. على هذا المكان يا اصدقاء. بنفس الطريقة بنفعل اقتصاص مرة تانية. ومنقوم بتصغير الابعاد. يعني راح انقر واسحب للداخل لحتى يكون معي على مساحة الشريحة. ونفس المبدأ كمان برجع بعدل موضوع ضبط الصورة. تمام يا اصدقائي? طيب. الان نرجع بنقر باليمين ونختار تكرار للشريحة وباسحب الاخير بنفس الطريقة. الان انا هدول الشكلين مع بعضهم البعض راح يكونوا معي بالاخير. اضغط مفتاح الشفت وبحركهم للاخر. يعني انا ارض اول صورة والتانية. نحن جهزنا لهم شو? الشرائح. راح ناخد الشكل التالت وبنكر مع السحب. وبنفس الطريقة راح نعدل الزوايا. وبناخد هذا المفتاح المعبر عن النقر بنحطه بهذا المكان. بنرجع بنختار من قائمة تنسيق اقتصاص. تمام? وبنزغر الابعاد بهاي الطريقة. يعني راح يكون عندي الصورة اعادة تحجيم لالة على قدر الشريحة بالضبط. تمام يا اصدقائي? بهذا الشكل تماما. الان راح نرجع نك كمان بنفس الطريقة نختار تكرار للشريحة وبنسحبها للاخير. صار في عندي انا هون تلات صور استخدمتهم فباخد تلات صور متل ما نشايفين. اضغط مفتاح الشيفت وبحركهم الى اليسار. تماما. هاي الصورة بنفس الطريقة راح نرجع نعدلها لهون. تمام? وبننقر مع السحب لحتى نعيد تموضوع شو? الزوايا. تمام? وباخد الشكل هات اللي هو عبارة عن مفتاح. بضعه بالمنتصف وبنرجع بننقر على الصورة او الشكل. وبنختار اقتصاص. وبنرجع بنفس الطريقة كمان. خلنا نغير موضوع الابعاد واضبطهم بدقة اكتر. يكونوا على قدر مساحة الشريحة تماما. طيب نفس المبدأ من هون. تمام? بنكر مع السحب. لحتى يكون معي شو? على قدر مساحة الشريحة. ايضا واخيرا طبعا بنختار تكرار. وبسحب للاخير. تمام يا اصدقائي? تمام? وعندي اول اربعة اشكال. نحن اخدنا لهم الصوريات. اضغب بفتح الشفت. وبحركهم لوين? لليسار. وبرجع بعدل الشكل الاخير ليكون معاي. تمام? بهذا الشكل بالضبط. كمان بعدل الزوايا. تمام? وباخد هاي النقطة عندي اياها على هاد المكان. برجع بنكر على الشكل بتوجهي لتنسيق. ونفعل اقتصاص. وبناخد تصغير لي الشريحة. تمام? حتى نعيد تموضع الشريحة معنا. تمام بهذا الشكل بالضبط. يعني يكون عندي قياس الصورة. يكون على قدر الشريحة تماما يا اصدقاء. تمام. الان راح نبدأ بعداد الارتباطات. عندي المفتاح الاول هو مرتبط مع الشريحة رقم اتنين. فراح انقر على هذا الشكل. تمام بتوجه الى ادراج. راح نشوف عندي الارتباطات غير مفاعلة. ليش? لاني صار عندي عملية دمج لشكلين. لهيك برجع بنكر برة تانية على النجمين. على النجمين. وبختار اجراء. وبنعمل ارتباط الى الشريحة رقم اتنين. انقر على موافق ومن ثم موافق. هذا الشكل الداخلي راح يكون مرتبط بالشريحة رقم تلاتة. كمان بجيب اختار شريحة رقم تلاتة من ثم موافق ومن ثم موافق. نفس المبدأ العيقونية اللي بعدها من اجراء نختار ارتباط الشعبي الى ومنختار رقم الشريحة اللي هي رقم اربعة. ومن ثم عندي شريحة رقم خمسة. ناخد اجراء ارتباط الشعبي الى الشريحة رقم خمسة. ومن ثم واخيرا هذا الشكل الداخلي او الايقونة الداخلية من اجراء نختار ارتباط التشاعبي الى الشريحة الاخيرة اللي هي شريحة رقم ستة. الان بدي اوزع هدول المفاتيح بمع ارتباطاتهم على كل الشرائح. فبختار كنترول زائد سي. بعد ما كنت بتحديدهم. بتوجه على الشريحة رقم اتنين. بحدد الكل. بقوم بحزفهم وبختار كنترول زائد في. تمام يا اصدقائي? الان فقط ان انا راح اعدل هادي تكون عندي اياه بهذا المكان. نفس الشيء باجي على الشريحة يلي بعدا. بحزف الكل وبختار كنترول زائد في. الان هذا الشكل راح يكون موجود عندي اياه هون. وعندي هادي الايقونة بيكنا يا وين بالمنتصف. الان الشريحة يلي بعدها بنفس الطريقة بحدد كل الايقونات بحزفهم وبختار كنترول زائد في. عندي الان هدول التنتين مع بعضهم البعض. يعني عندي هدول الايقونتين. راح نسحبهم على هاد الموضع. وهي الايقونة بتكون معي وين بالمنتصف يا اصدقائي. نفس المبدأ راح نختار الشريحة رقم خمسة. وبنحزف كل الاشكال الموجودة وبختار كنترول زائد في. عندي ادول التلاتة. راح نسحبهم الى اه اشكالهم. وبنرجع نسحب هادي الايقونة ونحطها بهاد المكان في متصف الصورة. نفس المبدأ راح نروح الى الشريحة الاخيرة وبنحزف كل هادول الاشكال وبختار كنترول زائد في راح نحرقهم لهذا المكان. رايكونوا معي بهذا المكان. بالضبط. تمام? اما الشكل الاخير راح نرجعه الى متصف. تمام الصورة الخاصة فيه. تمام يا اصدقاء? الان راح حدد كل الصوريات الموجودة لكل الشرائح. طبعا بحدد الشريحة رقم اتنين. الى الشريحة رقم ستة. كل هادول الشرائح. وبنتوجه الى انتقالات وبنختار تحول تدريجي بما يسمى تحويل مورف. تمام? طيب. وبنختار السرع على الولي عرض التأثير يكون معاي مسلا بخمسين او نصف سنة. تمام? ويكون اه ليس عند النقر بالماوس لاني نحن راح نفعل الانتقال بالنقر بالمفاتيح. فقط لا غير. تمام. الان راح نشغل عن التقديمي ونشوف كيف صارت معنا جمالية العرض. راح اجي وانقر على الشكل الاول هذا المفتاح. راح نشوف كيف تم استعراض او فتح الصورة. وننقر على التاني كمنا شايفين. ومن ثم التالت والرابع والخامس. الان بكل بساطة وجمالية تمام? انت فيك تتنقل بين الصوريات بطريقة حقا ابداعية. طبعا انت فيك تضيف الان دروس. تضيف اي كلمات اي نصوص. اي شي على بالك وتصنع تحول جديد ونمط جديد باستخدام هاي الطريقة لعرض الصوريات في صناعة المحتوى او عرض الافكار. او يعني عرض اي درس تعليمي او اي درس تدريبي. ممكن تقدمه لجمهورك. او حتى ازا كان موضوع عرض للصور كالبوم معين. فيك تستخدم نفس الطريقة. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللايق فيكم كالمعتاد. فالتكرمة لا تنسونا من تفاعلكم والدعم. وتعمل شير لهذه الفيديوهات. تجزو عنكم الخير ان شاء الله. نلقاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله.